الرياض تجبر القوات الحكومية على الانسحاب من مواقعها في أبيان باتجاه محافظة شبوى هي محصلة ثلاثة أسابيع من لجان الوساطة والتهدئة التي نشطت في رعاية سعودية في مهمة كان يفترض أن تنتهي إلى تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض دون تجزئة كالتي نراها اليوم معظم القوات الحكومية التابع لمحور شبوى انسحب من مناطق شقرة والعرقوب وقرن الكلاسي والذريعة الظاهرة هو أن هذه الخطوة تماهد لتنفيذ اتفاق الرياض بعد أن مارس الطيران السعودي ضغطاً معنوياً على هذه القوات في رسائل فهم منها أن الرياض مستعدة لتوجيه ضربة جوية مؤلمة للجيش الوطني كتلك التي وجهها طيران الإمارات لوحدات من هذا الجيش على مشارف عدن في 29 من شهر أغسطس آب من العام المنصر لم يتضح حتى اللحظة ما إذا كانت القوات التابعة للمجلس الانتقالي والمدعومة من الإمارات قد تعرضت للقدر ذاته من الضغط أو أنها ستبدأ على الفور في إعادة الانتشار وتسليم الأسلحة وفقاً لما يقضي به الملحق العسكري لاتفاق الرياض لكن معظم المؤشرات تفيد بأن خطوة كهذه لا تزال مرهونة بإرادة قيادة المجلس المتواجدة في أبوظبي التغاضي من جانب الرياض عن الموقف المناهض للاتفاق من جانب المجلس الانتقالي دفع بوزير الخارجية محمد الحضرمي إلى بث شكواه للمجتمع الدولي حيث دع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً إلى تحكيم العقل ونبض التعنت والمضي في تنفيذ موافق عليه دون تلك أو تردد وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الألماني نيلز آنين الوزير الحضرمي شدد خلال اتصال على وجوب أن ينفذ المجلس الانتقالي الجنوبي التزاماته بشأن اتفاق الرياض الذي أصبح تنفيذه الآن من الضرورات أكثر من السابق يتجل الموقف السعودي في خضم هذه الأحداث كأكثر المواقف غموضاً على الرغم من تأثيره الميداني الذي يتجه بنظر المراقبين نحو إضعاف السلطة الشرعية وسلبها المزيد من الحقوق والصلاحيات والعمل بشكل مثابر على تمكين الميليشيات الانقلابية الجديدة في عدن والمحافظات الجنوبية من المضي قدماً في مخطط تكريس الأمر الواقع وبحسب هؤلاء المراقبين فإن الرياضة تثفاد على ما يبدو صراعاً مكلفاً مع الإمارات بعد أن دفعت هذه الأخيرة بالوضع في بلحاف بمحافظة شبوى إلى حافة المواجهة مع الجنود السعوديين هناك في منافسة على النفوذ تغطي على الإدعاءة المتكررة في الخطاب الإعلامي للبلدين بشأن دعمهما للشرعية ومواجهتهما ما تسميان المد الإيراني في بلاد العرب